موسيقى النشرة الرياضية المفصلة من الميادين أهلا بكم منتقال عمر خريبين إلى الهلال السعودي خطوة تؤكد موهبة اللاعبين السوريين نجوم نسوري قاسيون يخزون الأندية العربية ويمنحون بريقة أمل لوطنهم بعدما أنهكته آلة الضمار لم تقف آلة الحرب حاجزا في سطوع نجمي لعبين سوريين في كرة القدم منتخب نسور قاسيون اشترح المعجزات في تصفيات كأس العالم المقبلة في روسيا ببلوغه الدور النهائي نجوم تخطو الصعابة ليرفع راية سوريا قريا وبأت مطلبا في النوادي الأبرز على الساحة الأسيوية بعد تألق عمر السومة مع الأهل السعودي الدوري الأقوى في عربي آسيا استقدب نجما جديدا عمر خريبين إلى الهلال بنظام الإعارة لستة أشهر مقابل مليون دولار أرقام المهاجم الشاب مع الضفر الإماراتي لفتت كشف الزعيم السعودي ليكون بديلا للبرازيلي تياغو ألفش ابن دمشق يعد النجم الأولى حاليا في المنتخب السوري لعب لكل منتخبات الفئات العمرية بدأ مسيرته مع نادي الوحدة وأبرز مع القوة الجوية ثم الميناء العراقيين لينتقل إلى الدور الإماراتي ويسجل خمسة عشر هدفا في ثمان عشرة مباراة مع الضفر الذي قياده بشرط جزائي بلغ خمسة ملايين دولار الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بلغت حدا كارثيا وعلق السوريون أملهم على منتخبهم لإزاحة غبار المعارك ويشير المراقبون إلى أن الجيل الحالية لمنتخب سوريا يمتلك مقاومات كبيرة ومواهب كثيرة تغزو الدوريات العربية ففضلا عن السومة وخريبين يلفت فراس الخطيب الأنظارة في الدوري الكويتي ومارديك مارديكيان مع الجزيرة الأردني ومحمود المواس مع أم صلال القطري وعبد الرزاق الحسين مع النجم اللبناني كما ينشط بعض السوريين في دوريات غير عربية أبرزهم أحمد الصالح مع هنان الصيني والقائد سنحريب ملكي مع قاسم باشا التركي ارتفاع واتيرة الاحتراف تدريجيا تقابلها عودة الحياة الكروية إلى المحافظات تواليا حما احتضنت دير بالعاصي بين النواعير والطليعة في مؤشر إيجابي إلى عودة الحياة للملاعب وكسر إرادة آلة الحرب الدولية على السورية وعادت صيحات جماهير حما تصدح في ملعب الباسل بعد زهاء خمس سنوات من الغياب القصري نحو عشرين ألف متفرج تحدى والأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد ووجهوا رسالة أمن وطوق إلى السلام دير بالعاصي بين النواعير والطليعة تحدى إرادة الإرهاب والتكفريين وفرض إقاعه الفني على أرض الملعب ورسم لوحة جماهيرية راقية في المدرجات باعتقادي هذه العدوة تنتقل لكل الملاعب وقريبا سنرى بحلب عودة الروح إلى المدرجات من خلال عودة لعب ناديا الاتحاد والحرية على أرض وبين جمهورهم رجعت الرياضة رجعت بلشت ترجع العالم ترجع لأيام زمان أيام الرياضة أيام الجمهور أيام التنافس الشريف بين الأندي لا إن شاء الله الأمور بخير تفاؤل شعبي بعودة المباريات الجماهيرية وحده التعادل بلا أهداف كان السلبي في مباراة الجولة الرابعة من الدوري انتشار عناصر الأمن وحضور التواقن الطبية أكملاء اللوحة الحماسية التي رسمها الجمهور الحموي بفئاته العمرية كافة لحدنا مباراة في كتير جمهور حلو وأحلى هيك أنه رجعنا صافي مباريات وصافي هيك تحدي شوي بهذا الاندفاع وروح التحدي لفرد الذات يتجاوز السوريون اتحادا ومنتخبات وأندية العقابات الأمنية واللوجستية المفروضة عليهم دوليا ويعطون العالم درسا جديدا في تطبيق روحية كرة القدم بين شعوب العالم وتسجيل الأهداف في شباك الفكر التكفيري المتسلل إلى نفوس المضللين والمتأمرين إخفاق عربي جديد في كأس أمم أفريقيا المغرب سقط أمام جمهورية الكونغو بهدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة اللاعبو المغرب اعترفوا بافتقادهم الفعالية على رغم من تفوقهم في الدقائق العشرين الأخيرة بعد طرد مدافع الكونغو لما زالا موتنبالا المغرب يحتل المركز الأخير في المجموعة من دون أي نقطة وذلك قبل ثلاثة أيام على مواجهة توغو التي تعادلت سلبا مع ساحل العاش وبعد ساعات يبدأ المنتخب المصري مهمة تحقيق الفوز الثامن في مشواره بلقب كأس الأمم الأفريقية عند مواجهته نظيره المالي منتخب الفراعين هو حامل الرقم القياس في عدد الانتصارات في البطولة لكنه فاشل في التأهل إلى النسخ الثلاثة الأخيرة منتخب مالي يعد المنافسة الأولى لمصر في المجموعة الرابعة واحتل المركز الثالث في البطولات الثلاثة الماضية جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية والزميل مايك شالهود فضل مايك شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدأها مع آس الأسبانية فقد عنوانت غورديولا متحمس لضم ميسي والسيتي يعد عرضا ضخما اليومية أشارت إلى أن مانشستر سيتي مستعد لشراء عقد ليوني الميسي بمبلغ يزيد عن 110 مليون يورو وبراتب أسبوعين يبلغ 900 ألف يورو إدارة الستي تسعى إلى جمع غورديولا مع لاعبه السابق في حين لا يعيش الفريق أفضل حالاته دائما مع صحافة الإسبانية وننتقل إلى سبورت الكتالونية التي عنونت بدورها العقود الخيالية للأندية السينية وآخرها عرض للاعب بارشلونا أردا توران وكيل النجم التركي أكد أن توران هدف نادي جوانجزو الساعي إلى ضمه مقابل 50 مليون يورو وبراتب سنوي يبلغ 8 ملايين إدارة بارشلونا تتريث في إعطاء الإجابة النهائية إلى حين حصولها على عرض رسمي من الجانب الصيني من الأقلام الإسبانية ننتقل إلى الإنجليزية وتحديدا مع The Sun فقد عنونت أليكسيس سانشاس يعترف بالتهرب الضاربي بقيمة مليون يورو لعب أرسنل اعترف أمام محكمة إسبانية بتهمة التهرب الضاربي في الفترة التي لعب فيها لبرشلونا بين عامي 2011 و2014 وإلى الأقلام الفرنسية وتحديدا مع فرنس فتبول الواسعة لانتشار فقد عنونت باريسان جرمان يتجه نحو ريكاردو رودريغاس الجهاز الفني لبطل فرنسا يضع نصب عينيه لعب فولسبورغ خلال الانتقالات الشتوية مقابل 25 مليون يورو نهاية الجولة ستكون لاتينية وتحديدا مع التيمبول كولومبية فقد عنونت فالكاو أفضل لاعب كولومبي في الموسم اليومية الكولومبية أشارت إلى تألق ردعمال فالكاو بعد تخلصه من الإصابة فهو يحتل ثالث ترتيب الهدافين في الدوري الفرنسي بـ 12 هدفا من مجموع 14 مباراة إلى جانب تسجيده 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدفا في مصابقة كأس فرنسا مع هذا الخبر من كولومبيا نأتي إلى ختام الجولة الصحفية والآن عود إلى متابعة نشرة شكرا لك مايك بعد ربط اسمه للانتقال إلى الدور الصاني دياغو كوسا إلى الواجهة من جديد لمطالبة برشلونة التوقيع معه أصحاف الإنجليزية أشارت إلى أن العملاق الإسبانية يرغب في ضم المهاجم البرازيلي لا سيما أن بإمكانه اللعب كلاعب محلي لكونه يحمل أيضا الجنسية الإسبانية يومية ذي جاردين أشرت إلى أن كوسا لن يقبل العودة إلى تشالسي إلا كلاعب أساسي بعد استبعاده عن لقاء لستير سيتي لن يغادر أوليفيا جيرو فريق أرسنل قبل إحراز لقب دور الإنجليزي الممتاز المهاجم الفرنسي أعرب عن تفاهمه لزملائه المنتقلين إلى الدور الصيني للإغراءات المالية الكبيرة جيرو أكد أن الفريق يعيش أفضل أيامه بعد سلسلة الانتصارات ما رفع معنويات اللاعبين ذو كان النجم أرسنل قد وقع على عقد جديد وتمنى بقاء المدارب أرسنل فينجر أطول مزدى مع الفريق ليس أكيدا بقاء خورخي سانبولي على رأس الجهاز الفني لإشبيليا لكنه يسعى بجدية إلى التتويج بلقب الدوري المدارب الأرجنتني سيعقد ثالثة صفقاته في موسم الانتقالات الشتوية من دون تحديد هوية اللاعب النادي الأندلسي حصل على جرعة معنويات بعدما ألحق الخسارة بريال مدريد على أرضه قبل يومين كانت سنكرت رابطة الدوري الإسباني الشسائم الموجهة إلى سيرخي راموس في لقاء ريال وإشبيليا في الكأس على أن تتخذ الإجراءات المناسبة إلى الاجتماع لجنة الأخلاق لن يعود لويز فانجال إلى الملاعب من جديد واضعا حدا لمسيرته التدريبية المدرب الهولندي رفض عرضا من أحد الاندية الواقعة في الشرق الأوسط من دون تسمية الفريق بقيمة خمسين مليون يورو ثلاثة مواسم ابنة الخمسة وستين عاما أكد في مقابلة صحافية أن وفاة زوج ابنته أثر في قراره إضافة إلى مشاكل عائلية دفعته للبقاء إلى جانب أسرته لوقت أطول في السلة الأمريكية سقوط مدون لحامل لقب كليفلند كفاليرز أمام وصيفه جولدين سيت واريورز بفارق 35 نقطة لم تكن عودة كليفلند إلى ملعب أوراكل آرانا موافقة في المكان نفسه توجي الملك لبرون جيمز ورفاقه بلقبهم الأول في الموسم الماضي بعد فوزهم بالمباراة السابعة لكن بالأمس عن البطل الأمرين أمام وصيفه الذي فرض هيمنته من البداية حتى النهاية المباراة جاءت حب بالأرقام والمفارقات فالفوز والأول لوريورز على كفاليرز منذ انتصاره في المواجهة الرابعة في نهائي الموسم بعد أسوأ مواسمه في ملاعب الكرة الصفراء للإصابة الإسباني نادال يؤكد وجهزيته لأول البطولات الأربع الكبرى نادال السعي للعودة إلى ساحة الأوقاب الكبرى للمرة الأولى منذ عام 2014 أمتع الحضور في الأيام الأولى لبطولة أستراليا المفتوحة المتدور بدأ ثابت المستوى في مواجهة الألماني فلوريام ماير ولم يواجه صعوبة تذكر برغم الأجواء المناخية الحارة ويلتقي القبروسي ماركوس بيكداتس الفائز على الروسي ميخايل يوجني بالانتحاب في الدور الثاني ولد السيدات يبدو حالة الأمريكية سيرينا ويليامز مشابها فالمسنفة ثانية عادت إلى الأضواء بعد بقوة بعد فوزها السهل إلى الدور الثاني ولم تجد صعوبة في تخطي سويسرية بلاندا بيستش بعد مشوار مخيب في أوكلند بداية هذا العام وسرينة سعية للانفراد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى عن الألمانية شتافي جراف فالتقي تشيكية لوسي سافاروف الفائزة بصعوبة على البلجيكية يانينا بيكماير كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة نشكر لكم حسنا المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة